السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبات وطالبات المرحلة السنوية مرحبا بكم في فقرة جديدة أنا استحبستها إن شاء الله هنستعرض فيها ملاحيز مهمة من ملاحيز السنوية العامة تريكات ممكن تيجي في الامتحانات وممكن توقع كتير من الطلبة ويختاروا إجابة خاطئة على الأقل 95% من الطلبة ممكن يجاوبوا إجابات خاطئة تخص التريكات اللي أنا هعرضها في سلسلة من الحلقات هقدمها إن شاء الله في فيديوهات قصيرة وإن شاء الله في الحلقة الأولى تريكي يخص الفعل سجست والفعل ريكم منت لو أنت عاوزت تستفاد من الفيديو استناني بعد الإنتراب ورجعت لكم مرة تانية معكم مصر صبر ياسين وهذه قناة سبيشال يوستيو قناة الشباب المتميز الحلقة دي هنتكلم فيها عن الفعل سجست والفعل ريكم منت سجست معناها بالعربي يقترح وباستخدمها لعرض الإختراح ريكم منت معناها يوصي بي أو يزكي يعني مثلا أكون استخدمت موبايل جديد أو لابتوب أو كمبيوتر من نوع معين وباوصي بي لشخص آخر بيقول لي إيه رأيك أشتري إيه فباستخدم الفعل ريكم منت يعني يوصي بي أو يزكي طيب إيه التريك اللي موجود في المسألة أنا عندي الفعل ريكم منت أو الفعل سجست ممكن ييجي بعدهم حاجة من ثلاثة ييجي بعدهم اسم مفعول ييجي بعدهم verb ing ييجي بعدهم مطبوع بحاجة اسمها subjective mood يعني إيه؟ يعني ممكن ييجي ذات وبعد كده فاعل وبعد الفاعل مصدر بدون إضافات أو base for تعالوا كده نبص معنا في الورقة اللي موجود معنا وننشوف الأمور بالتفصيل دلوقتي كده بقى نركز مع بعض أول استخدام وأول شكل معنا زي ما احنا شايفين الفعل suggest أو الفعل recommend وبييجي بعدهم اسم مفعول زي إيه؟ زي المسال الجملة دي he recommended this book فاعل فعل مفعول والمفعول جاي على شكل اسم المفعول جاي على شكل اسم مثال تاني the tour guide suggested the river cruise برضو فاعل فاعل المفعول المفعول جاي على شكل اللي هو the river cruise جاي على شكل اسم ولما أقصد اسم ما أقصدش اسم شخص أو اسم مكان أقصد اسم بمعنى اسم يعني الكلمة تنقسم لإسم أو فعل أو حرف بعد كده مثال كمان بس هنا جاي على شكل نفي I don't recommend that doctor I don't recommend that doctor وطبعا مش مهم شكل الفعل سواء recommended has recommended recommends في المضارع whatever أي أن كان شكله بيجي بعده اسم مفعول وهنا في إضافة نحب نقولها إنك ممكن تيجيب بعد المفعول to وشخص to وبعدين شخص زي المثال ده he recommended this book لو أول مثال قلناه ممكن تضيف بعدها to me أو بلاش me ممكن تخليها him أو ممكن تخليها here كل دي ضماير مفعول بس تكون في آخر الجملة بالشكل ده وممكن ما تحطش ضبر مفعول خالص وتحط الاسم مباشرة زي المثال ده بيقول he recommended this book لو قلنا مفعول بس جاي على شكل اسم بس بدل ما تقول to وبعدين ضمير مفعول زي him أو me أو here تقول اسم الشخص على طول to Frank to علي to أحمد to رانيا أي أن كان طب هل في موانع وأخطاء ممكن ترتكب في الصيقة دي أيوة تعالوا نتعرف عليها أول خطأ إنك ممكن تقول he recommended me this book me اللي كان مفرد تبقى في الآخر هنا بعد to زي الشكل ده أنت تجيبها بعد recommended تقول he recommended me this book ده غلط كذلك لو قلت he recommended to me this book يعني بدل ما تكون في الآخر حططها هنا بعد الفعل recommend برضو غلط يبقى أول استخدام معانا إنك تستخدم الفعل suggest أو الفعل recommend وبيجي بعدهم مفعول على شكل اسم noun وبعدين to وبعدين الشخص الاستخدام التاني suggest أو recommend وبجي بعدهم gerund يعني إيه gerund gerund يعني there by ng وده أسهل استخدام من استخدامته زي إيه زي لما أقول I suggest going to the doctor she recommended taking a taxi طيب إيه الموانع والأخطاء اللي ممكن ترتكب في الصيغة دي الموانع والأخطاء إنك ممكن تضيف to وبعدين شخص في نهاية الصيغة دي زي ما كنا بنقدر نعمل في الصيغة الأولى كنا بنقدر في الصيغة الأولى بنقول فاعل فعل مفعول على شكل اسم وبعدين to زائد الشخص هنا بقى ما ينفعش يقول to زائد الشخص في نهاية الصيغة دي زي المثال ده she recommended taking a taxi to him ده غلط ده ينفع اللي هي كلمة to him أو to frank أستخدمها مع الصيغة الأولى فقط بش مع صيغة الجيرند اللي هو الverb ing ودلوقتي بقى مع الصيغة الثالثة اللي هي فيها trick ايه بقى الصيغة الثالثة اللي فيها trick عند الفعل suggest أو الفعل recommend بيجي بعدهم that close subjunctive يعني ايه يعني جي لك مسلا جملة بالشكل ده she recommended that he take مش takes تلاحظ he أي فعل بيجي بعدها زي ما احنا عارفين هي أو شي أو it بيجي بعدهم فعل في s أو es لكن هنا he take اللي هو base form أو المصدر التحليل بتاعها زي ما احنا شايفين الفاعل recommended وبعدين that وممكن اكتبها وممكن ما اكتبهاش يعني ممكن تكون في الجملة وممكن ما تبقاش موجودة في الجملة subject اللي هو الفاعل he وبعدين take في base form أو مصدر الفاعل يبقى الجملة she recommended that he take a taxi وممكن تقول she recommended he take a taxi طب هل الملحوظة دي خاصة بالفاعل هي فقط لا مش خاصة بالفاعل هي فقط ينفع تقول that he take that I take that you take he take she take we take that they take يبقى القعدة عامة على جميع الضمار طيب ايه هي الأخطاء اللي ممكن ترتكب مع الصيغة دي اول خطأ انك ممكن تقول she recommended him to take a taxi انك استخدمت مفعول عاقل او شخص بعد الفاعل recommend او الفاعل suggest وكمان استخدمت to زائد المصدر والفاعل recommend والفاعل suggest بيجي بعدهم verbo ing فالشكل ده كده غلط الشكل التاني she recommended to take a taxi to him برضو هنا جايب to زائد المصدر بعد recommend وrecommend و suggest بيجي بعدهم gerund او verbo ing طيب ماذا لو انك عاوز تستخدم النفي او حالة النفي مع الصيغة دي هتعملها ازاي بتستخدم الفاعل عادي وبعدين الفاعل recommend او الفاعل suggest وبعدين that وممكن تكتبها او ممكن ما تكتبهاش زي ما قلنا وبعدين الفاعل ايا كان ايه هو وبعدين not زائد المصدر not زائد المصدر زي المسال في الجملة الاولى she recommended that he not take a taxi او i suggest that you not go to the doctor كذلك ممكن تستخدم كلمة never بدل كلمة not وبرضو تنفع في النفي وهنا سؤال هل الصيغة دي مختصرة على الفاعلين suggest والفاعل recommend فقط لا الاجابة لا عندي ممكن استخدمها مع suggest وrecommend ده الاساس ودول اشهر فاعلين بيجي معهم الصيغة دي وممكن استخدمه مع الفاعل incest والفاعل demand مع الفاعل incest معناه يصر على والفاعل demand بمعنى يطلب زي الامثلة اللي هؤلاء قدامكم دلوقتي لما اقول مثلا i asked him او told him to stop phoning me وطبعا asked و told بيجي بعدهم تو زائد المصدر ممكن اقول i implored him او i begged him يعني يتوسل او يستعطف implored يستعطف او يتوسل وابقت معناها يتوسل برضو to stop phoning me لو هستخدم ما insist او demand فاقول i insisted او demanded that he شود زائد المصدر او he stopped مضي بسيط او he stopped اللي هو المصدر اللي هو subjunctive mood اللي احنا لسه متكلمين عنه كذلك الكلام ده ينطبق على suggest recommend فانت ممكن تستخدم مع suggest و recommend في كل الامثير اللي احنا قلناها من الاول ممكن تستخدم شود زائد المصدر او ماضي بسيط او مصدر وده اكثر الاستخدامات شيوعا اللي هو اللي احنا شرحناها من شوي يعني مش شرط ولا يقتصر فقط على المصدر انت ممكن تستخدم ماضي بسيط وممكن تستخدم شود زائد المصدر كذلك في بعض الصفات اللي ممكن تيجي في الجملة وتستخدم بعدها نفس الكلام اللي احنا قلناه وشرحناه ايه الصفات دي صفة زي important desirable essential vital imperative important معناها مهم او ضروري desirable مرغوب به essential ضروري vital حيوي او ضروري او مهم imperative معناها الزامي او ملح او ضروري او مهم القاعدة بتاعتهم انك it is ويجي بعدها صفة من الصفات زي المثال ده it is vitally important وبعدين that ممكن تستخدمها او ما تستخدمهاش براحتك وبعدين بقى you should زائد المصدر او you زائد المصدر مباشرة زي الامثال الموجودة قدامنا it's vitally important that you should take this medication it's vitally important that you take this medication مثال اخر للتوضيح it was desirable that she should go it was desirable that she go it was desirable that she went يبقى تلاحظ عندك she should go she go she went يبقى مفيش goals لكن انك تنخدع في الفاعل she وتقول ما ضيف es فده كده غلط تعالوا كده نبصوا نشوف الترك بيجي ازاي في كتب السنوية العامة لو فتحنا كتاب الصف الثالث السنوي كتاب giants العمالقة وبصينا مثلا في المسألة ده بيقول فيها ايه i suggest that علي not much exercise to keep fit هلاقي عندي الفعل suggest وبعدين that وبعدين علي وبعدين much exercise بداية كده make و mix غلط علشان عندي exercise بتاخد الفعل do ما بتاخدش الفعل make طب هتكون شكل الفعل ازاي هيكون do ولا هيكون does الطالب هيفكر هيقول ا انا عند علي وعلي لو شلتا وحط الضمير احط الضمير هي وهي بيجي بعدها فعل es او es بالشكل ده فغالبا هيختار does ولكن الاجابة does هي الاجابة الخطئة رغم انه اتبع تسلسل منطقي في الوصول للاجابة ولكن هنا حالة خاصة بالفعل suggest والفعل recommend اي فاعل بيجي بعد ذات بيجي بعده مصدر او should زائد المصدر او ماضي بسيط يعني ممكن اقول i suggest that علي do وممكن اقول i suggest that علي should do وممكن اقول i suggest that علي did much exercise to keep مثال تاني من نفس الكتاب عندي في صفحة 146 في الوحدة الرابعة مثال بيقول رقم 40 جايب عندي اشكال مختلفة جايب عندي الاجابة هتكون Sally do وطبعا قلنا الخطأ او trick ممكن يحصل انك تعتقد ان سالي بيجي بعدها فعل في s او es وتختار does ولكن does هي الاجابة الخطيئة كذلك برضو ما ينفعش اقول has done ولا not doing الخلاصة ان الفعل suggest والفعل recommend والفعل insist والفعل demand بيجي بعدهم ذات وبعد ذات فاعل وبعد الفاعل يام حاجة من ثلاثة مصدر شو تزائد المصدر او الماضي البسيط وقولنا الكلام ده او الحالة دي لا تقتصر فقط على الفعل suggest والفعل recommend ولكن ممكن تيجي مع بعض الصفات زي it is vital it is important it is imperative it is vital او it is essential بالنسبة للفعل recommend والفعل suggest ممكن يجي بعدهم مفعول المفعول يكون على شكل اسم وممكن يجي بعد الاسم to وبعدين اسم شخص ما ينفعش اجيب to واسم الشخص بعد الفعل recommend او الفعل suggest مباشرة ولكن في اخر الجملة كذلك الفعل suggest ويجي بعدهم verb ing وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اتمنى لو عندكم اي استفسار تسيبوا تحت في التعليقات لو عندك اي رغبة في اي شيء يخص مادة الانجليزي تسيبوا تحت في التعليقات وقبل ما أقفل الفيديو هسيب لكم كويس بسيط كده يعني اختبار بسيط هسيبه لكم دلوقتي في اخر الفيديو تفكروا فيه وتكتبوا لي الاجابة الصحيحة تحت في التعليقات شكرا وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته